السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في القناة برحب بكل المشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجديد بقولك اهلا وسهلا وبقولك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية لموليد برج السرطان نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع برج السرطان وهقولك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي انا شايفة طاقتك في الاول يا برج السرطان انت تعبان قبل طاقتك تلاعت معي انت تعبان قلبك موجوع ممكن بعضكم حاسس بغدرة حاسس بخيانة بالنسبة للمتزوجين انت بفترة فيها تعب كبير جدا عليك مش بس تعب قلبك ووجع قلبك لا انت كمان حاسس بطاقة غريبة يعني انت كمان اللي بعد كده انت في حمل في هموم في معاناة عندك في حاجة عايز ترتاح منها حاجة عايز تتخلص منها في مشكلة عندك المشكلة دي مش بتنيمك يعني انت على طول تعبان بتفكر في حاجات كتير جدا ممكن تكون عندك مسئوليات كتيرة ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب مواقف او حاجات حصلت معيك ممكن تكون كذا حاجة مش حاجة واحدة او تخص الناحية العاطفية بس لكن انا بالنسبة لك برج السرطاني المتزوجين انا شايفة اللي بعد كده انت في عندك بيت سعيد عندك سعيدة عندك حبيب بيعتذر لك بيقولك ان هو بيحبك اه ده اللي موجود في الطاقة بتاعتك الطاقات اللي موجودة معك في القراءة انا شايفة طاقة هواقية نارية ترابية ومائية الابراج اللي موجودة معك في القراءة معك برج الكوس الحوت الكوس والخوت والحمل والعزراء والاسد والجوزاء اه دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة ودي الطاقات الطاقات كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في القراءة اه لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة المهمة القراءة نفسها نبدأ هتكون القراءة عبارة عن ايه انت تفكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالتك في الوقت اللي احنا فيه اه تفكير الطرف التاني فيك او تجاه العلاقة نوايات جاهك او تجاه العلاقة مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله نبدأ بك انت الاول انا شايفها يعني الكروت بتوعك اول كارت اللي هو كارت الزواج اخر كارت كارت الانفصال او الطلاق ااا يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد او الشريك او انت شايف انك مع الشريك بيفكر كده ما بين انك يستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد يعني ده اللي انا استوحيته من شكل الكارتين دول في وضعهم ده يعني انت في النص انت حاسس ان استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انفصال او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاثنين دول لكن انا شايفاك اا يعني انت بتحب الطرف التاني بتحب الشريك جدا اا شايفاك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة اا شايفاك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت تنجحها عشان اا تخليها تمشي لقدام اا شايفاك كمان ممكن طالب منه فرصة يعني انك هتتطور وانك هتتحسن اا بالنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف التاني شايفاك كمان ممكن تكون اا مستني منه فرصة اا في موضوع كمان مادة اا غالب على القراءة جدا يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير ممكن بعضكو في اا تعصر في الحالة المادية ممكن بعضكو حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن ده للبعض منكم ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي تفكير الطرف التاني اا فيك ايه او في العلاقة انا شايفاك بيشوفك يعني اا كارت المجيشن هنا يعني الساحر اا هو يعني يا اما بيشوفك اا يعني شخص جذاب وجميل وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة اا لشكل افضل او ان هو يكون بيشوفك شخص مخادع اا كمان تفكيره من ناحيتك عاطفي زيادة عن اللزوم انت الاسو في بنتيكلز تلعت لك في القراءة مرتين يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو انتو محتاجين فرصة والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة اا كتير ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات مرتبطة بالاااا برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي يعني انتو الاتنين تفكيركو كتير مقارب من بعض لكن فيه اا في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفاه هو خايف انت ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه في تفكير الطرف التاني من ناحيتك كده تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان هو المفروض يكون بالنسبة لك يعني ممكن اقولك على حاجة ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك اغلب الطاقة اللي موجودة معيه هي ممكن ما تنتبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قديمي وهو ده اللي انا شايفاه الشخص ده فيه حب كبير لك جدا وبعضكم لو انتو زعلانين يعني انتو متزوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر لك عايز يتكلم معيك عايز يصفي الامور تماما عايزك ان انت بتاقي تديله فرصة من ناحية نوايات الجاه العلاقة انا شايفة نوايات الجاه العلاقة حلوة جدا نوايات يعني اول حاجة يعني انا شايفة التينوف كبت هو عايز علاقة نجحة من كل حاجة تبق انتو الاتنين مبسوطين وعندوكو بيت واسرة واطفال وحياتكو سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلميت بتاعه بيشوفك انك انت يعني انت منه وهو منك دي نظريته ليك او دي نوايات جاه العلاقة انتو الاتنين تكونوا متحدين جوه بعض وشايفة كمان في نواياه هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير بيدعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا بالشكل اللي هو عايزه بالذات كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او الاسد او طاقة هوائية هو كمان بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاحه عايز يحقق نجاح معيك عايز يحقق معيك انتصار عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص سواء انت راجل او ست كل نوايات قويسة جدا تجاه العلاقة كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير انه هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية لا هو في عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده يعني انت شخص تعبان مش ناقص مش متحمل انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي يا اما يكون هو نفسه اللي شخص عامل كده فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة قويسين جدا لحد دلوقتي ايه مصير العلاقة مصير العلاقة شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور ممكن يعني انا شايفة بصوا هي قرارة ممكن تكون عكسية بس الطرف التاني تفكيره من ناحيتك كده ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور ممكن تكون بتشك في حاجة في حد هياخد قرار متهور بان ان هو يمشي يسيب العلاقة دي ويمشي وهيحس ان هو كده تمام كده هو سليم كده هو بيعمل الحاجة الصحة كده هو حق انتصار لنفسه برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده او بيدوس على حاجات كتير او بيستقوى على الطرف التاني لكن في حد هيعمل كده وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه يعني هينزوي مع نفسه يفضل يفكر في كل حاجة يعني مش بشكل انطوائي لأ بشكل اكتشافي اكتر يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير مراجعة حسابات مراجعة اخطاء حاجات من النوع ده ده اللي انا شايفاه في مصير العلاقة عايز اسحب لك كارت تاني لمصير العلاقة معنش بسم الله الرحمن الرحيم مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان اه هو الشخص ده حذر من حاجة او انت يعني ممكن حد فيكو هيبقى عنده قلق هيبقى عنده تخوف من حاجة هيبقى خايف بالذات لو انتو برج ناري بتتعامل مع برج ناري او طرابي شايفة فيه تخوف شايفة شخص ممكن مجروح كتير وخلاص مثلا خايفي كمل خايفي جازف الشخص ده حذر او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي اه يا برج السرطان ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي هي مش طاقة مستمرة يعني طب النصيحة بتاعتك اه انا شايفة النصيحة بتاعتك برج السرطان انك اه يعني اه 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 حاول انك تشغل نفسك وبعد عن التردد اه انا شايفة كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهام عندك افكار كتير بتفكر في حاجات كتير اه ممكن ملهاش علاقة بالواقع اه ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فالطارو عايز يقولك انك تحدد اختياراتك اه بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش اه مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها اه وبعد عن السلبية وانك اه اه تبص لنفسك بنظرة اه اه نظرة يعني المجني عليه اه اه لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا فابعد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت اه او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك اه اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم اه بازدات على المستوى المادي اه لان انت ربنا هيعودك بحاجات حلوة كتير قوي جاية يعني انا شايفة انت ماك شخص بيحبك شايفة الاسف انت عندكم فرصة كمان ممكن يكون عندكم اه عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل اه من ربنا لاستمرار العلاقة دي لكن في نصحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي بيتمدم بيتحصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة ابعد عن التفكير ده او تفكير في وجود طرف ثالث عن اوهام كتير في دماغك لو بعضكم عنده علاقات كتير يبعد عن ده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان متزوجين اه القراءة انتهت اه بتمنى ليكم الخير والسعادة والتوفيق اه ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب اه شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعازبين دلوقتي برج السرطان بالنسبة للعازبين هنقول مع بعض اله هتكون القراءة هتكون عبارة عن اه انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حاجاتك اه لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره اه تجاهك او تجاه العلاقة ايه نويات تجاهك او تجاه العلاقة ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله اه هقول الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين انت حاسس انك في وضع متكتف انت مقيد في وضع معين الوضع ده تعبك جدا وانت مقايد فيه وحاسس انك مش عارف تخرج منه اه كمان شايفة فيه عندك اه يعني انت عايز تحس بمسلا يعني الناينو في كابس هنا ممكن تقول لي حاجتين يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك تعيش حياة مستقرة بشكل يرديك اه لكن انت متكتف ومش عارف اه انت متكتف ومش عارف اه يعني الموضوع خارج عن ايدك او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج اه وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك اه يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت القرار عند شخص تاني اه ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم اه ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القراع قدامي في احتمال كبير قوي اه تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية اه لو انت في علاقة ثلاثية فانت بواصص على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك وبيحاول يبينلك حبه بس انت مش شايف كل ده انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية لو انت مش في علاقة ثلاثية بورج السرطان انت اه يعني ممكن قاعد مثلا نستني انك يعني يحصل ارتباط اه بيبص على سنين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقيد فيه اه لكن اللي بعد كده الزا تاور بيقول لي انك انت فيه تغيير جذري هيحصل في حياتك يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص اه فانت فيه تغيير جذري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية لان انا كنامي على الناحية العاطفية اه فيه تغيير جذري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن فيه علاقة هيكون فيها صلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار اه ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الطفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني اه الشخص ده اه يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجعلك انت هينفاصل عن العلاقة دي لان هو تعبان جدا وهيرجعلك انت لو هو اه مش في علاقة ثلاثية وانتو مثلا في بينكم مشكلة هيرجعلك لو انت مفيش في حياتك حد فانت فيه شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده حتى لو مكنتش تعرفه علاقة عاطفية بس انت شفته قبل كده او الشخص ده يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني اه ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات التقاطي اللي موجودة اه انا شايفة النارية معيك كتير والنارية والترابية والهوائية كتير برضو اه والمائية كمان موجودة الابراج اللي موجودة معيك برج السور برج العقرب برج الجوزاء برج الاسد برج قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الحوت والعقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان فانتو شكلكم بتتعامله مع اشخاص اه ابراج مائية كتير ونارية كمان اه وبرج الكوز كمان طيب نبدأ القراءة وهنقول انت ايه او كده انا شايفك في الوقت الحالي انت واقف مستني انت حواليك زي ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه ناس بتبص عليك انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك اه ناس تكون حواليك معجبين مسلا ناس بتحبك لكن انت فيه حد معين هو اللي باصس عليه باصس عليه ومستني جيلك مستني اخد قرار مستني ان هو يكلمك شخص ده انت بتحبه جدا وعايز اقولك هو كمان بيحبك جدا انا شايفة فيه حب من ناحية الصرف التاني لك اه فيه حبه متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة اه سلسية للبعض ممكن يكون هو زميلك في في العمل او في الجامعة او اه او جار او 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 يكون بينكو اصدقاء مشتركين يعني اه لكن انتو ممكن تكون تكون عيشتوا مع الشخص ده سواني بقى اه انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده والشخص ده مسلا اه خدعك في حاجة او سايبك ومشي منك مرة واحدة او اه انت اللي سبته ومشيت مرة واحدة انا شايفاك في الاخر انت اه بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرضت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخصك انت انتو اللي اتنين بتحبوا بعض. ممكن يكون فيه آآ طرف تالت آآ ثلصص ودخل في العلاقة دي افسادها. ده احتمال برضو تاني للبعض من نقو. آآ لان الكراءة بتاعتك آآ فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر اقولها دلوقتي. آآ طيب لو انت في شخص تاني بتحبه. آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة قوي. عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. ايا كان بقى طرف التاني. لكن في كل الكراءة على فكرة الطرف التالت ده موجود بعد. يعني فيه طرف تالت يعني فيه طرف تالت. آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي ده تفكيره. آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص او السرطان او العقرب او الكوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير. آآ يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه آآ آآ هو خايف على قيم على عادات على تقاليد. لكن في عندكم نهاية لشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة وهو ده اللي عمال يفكر فيه. آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا. آآ شايفة فيه بينكو تواصل روحي فيه تفكير قوي قوي بينكو وبين بعض. آآ هو حاليا بيحاول يستشفي بيحاول آآ يعني يخرج من الوضع ده لان انا شايفاه هو في مقزك كبير جدا. آآ هو لازم آآ عشان يجي لك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي. او بعضكم يكون عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل وهو مش قادر يقرر يعني ده تفكير الطرف الثاني. لكن انا شايفة غالب على القراءة قوي طرف تايدت على فكرة. الشخص ده بيحاول يوازن اموره آآ بيحاول يهدى ممكن يكون بعد عنك للسبب ده. لبعضكم ممكن يكون بعد عنك. وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان. علشان يقدر يعني يرجع لك ببداية جديدة لان هو هو في الوضع ده هو متقطع يعني هو مش عارف مش عارف الزرف ازاي. آآ مش عارف ياخد القرار مش عارف يعمل ايه. آآ ايه نوايات الجاه العلاقة? انا شايفة آآ في نوايات انا شايفة في حب. يعني هو ناوي يتعامل مع حبه ليك بحكمة. آآ يكون آآ ها دي عائل راسي مش عايز اي تهور. آآ يعني مش عارف مش هتمشي تجاه العلاقة. بي هيعد ويستنى ويشوف ويكرر ويحلل حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير. ليك آآ نوايات جاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعادة. ان هو يعمل لك يعني هو مرتبط بك وهو منجزب ليك على فكرة. وبيشوف شوفك نا يعني شخص مناسب لي. انت اكتر شخص آآ مناسب لي. آآ فيه كارتين يدلوا على ثواصل روحي بينكم قوي. ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير. آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو. يعني هو اللي بيبعث لك الطاقة دي. لان هو بيفكر كمان فيك بشكل كبير. آآ بعضكم ممكن فيه اختلاف بينكم وبين بعض. آآ لكن انا شايفة ان انتم هتتجاوزوا المرحلة دي. هو كمان نفسه في نواياه يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته. يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه. يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتصرف في العلاقة دي. يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتم فيه ده. آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي. او هو اللي يجمعكم ببعض. تاني. آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني. آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير. آآ وعايز انه ربنا يحل المشكلة اللي بينكو دي. يعني هو سايبها كده آآ للقدر يعني. مش مش ناوي حاجة معينة. او عنده قرار. لكن هو في عنده حب في بينك وبينه تواصل روحي. شايفك حد رائع ومناسب. وفي الاخر هو سايبها للقدر. آآ مصير العلاقة. انا شايفة في مصير العلاقة. آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة. آآ وضع معلق هينتهي. يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده. بقى له فترة. انا انا شايفة كمان طاقتك انت مقيد ومتكتف في علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في لبعضكم. آآ هيكون في عنده عرض آآ عرض حب جديد. وهي آآ آآ ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. واللي بعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لان انا جاي للزهنج من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيتفت وهيكون عندك بداية جديدة تماما. آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخص مختلف عنك شوية برج السرطان. آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفةك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول وجديد. لكن انا شايفة فيه عندك عرض حب وفيه ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ ده ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في مكانه يعني. النصيحة بتاعتك للفترة دي آآ برج السرطان. آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مسلا كتير او لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب بسرعة آآ او في علاقات آآ للبعض مسلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي ويحصل ده بشكل سريع آآ الطرو بيقولك حاول توازن بين قلبك وعقلك ابعد شوية عن رومانسية آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة لان ده بيؤدي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد انت تبعد انت مسلا تحس ان هو آآ طلع مش حب وتمشي او الطرف التاني يسيبك ويمشي فدايما آآ في حاجة غلط بتحصل في العلاقات معيك ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتميل للعاطفة بشكل متسرع او انك انت مش بتقدر تختار آآ توقم روحك بشكل كويس او بشكل سليم ده بيخلي علاقات معيك آآ يكون نتجتها الفشل فمسلا يعني خليك دايما متوازن آآ ما بين آآ قلبك وعقلك كمان بعضكم لو انت كمان رجالة بالذات يعني آآ بلاش مسلا آآ السرعة في العلاقات آآ التعدد في العلاقات اللعبة مسلا ما بين شخصين او اللعبة بشخصين في وقت واحد آآ وفي الاخر مسلا الشخصين دول بيمشوا يعني شخصين ما بيكونوش موجودين او انت بتسيب حد على حساب حد فده بالنسبة للآآ النصيحة اللي انا شايفيها موجودة لبرج السرطان في الوقت ده آآ الكراءة ترجمة نانسي قنقر